موسيقى مساء الخير مساء النور مشاهدينا مرحبا بكم في الوطنية الان سعيدة بش نكون في تعويض زميلتي انصاف الياحيوي في ساعتين من زمن ننطلق من توى وعودة على أبرز الأحداث ديما طبعا في متابعة للمستجدات الانية وكل ما يهم المواطن التونسي من قريب سعيدة بش نكون معكم في اللقاء هذية في ثلاث محاور المحور الولاني لحقيقة بش نحتفي من خلاله بخبر جميل برشا عودة الحياة كنجم نقوله عودة الروح لمكتبة المعزوة الجيل وعلى امتداد أكثر من ثلاث عقود من الزمن وطوي صلاح لي صاحبها حاضر معنا كضيف بعد قليل يعرفوا المكتبة هذية وتربيوا في أرويقة المكتبة هذية وبين منشورات المكتبة مكتبة المعزوة اللي نشب فيها الحريقة في نوفمبر 2021 واليوم تعود مجددا للحياة بش نحكيه على عودة الروح كنجم نقوله لمكتبة المعزوة الجزء الثاني بش نتوقف عند الأمر الرئاسي لسيدة الرئيس الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر نحكيه على طبعا العفو العام اللي يشمل جرائم أو أصحاب الجرائم الشيكات دون رسيد سنتوقف عن شروط الانتفاع بالمرسومة هذية الإجراءات شكونهم المعنيين بالأعفاءات وكل التفاصيل إن شاء الله في خصوص الموضوع هذا موضوعنا الثالث بش يهزنا إلى جدل واسع الحقيقة هو أيضا يهم التلميذي يهم الأسرة التربوية ويهمنا الناس الكل من قريب نحكيه على طلب العروض اللي كان أطلقوا المركز الوطني اللابي ديغوجي واللي من خلاله بش تم تباعة صفقة تباعة الكتب المدرسية جدل واسع في الصفوف المهليين في صفوف أيضا الصناعيين وطبعا البلاغة الأخيرة اللي كانت أصدرته وزارة التربية للتوضيح بش نتوقف عنده أيضا مطولا وأيضا بش يكون عنا أصحاب المهنيين من الداخل ورايهم في الموضوع هذية بعد قليل منتوى إلى حدود تقريبا أثامنة غير دقيقتين موعد النشرة أثامنة نقول لكم مرحبا بكم في المشاهدة هوني تعودتوا أنه يكونوا إلى جنبي زوز ضيوف قارين ولكن خليني نبدأ بضيفنا مبجل حاضر بناتنا الرحب بك ترحاب خاص سيا محمد البحري أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستيضافة يا فضلك نحن نسمي رواحنا كنا مولودين جد وفكرتني في البداية المكتبة اللي كل شي تعود اللي تتصوره في بالك كل شي تعود أنا كنت هنيتك في محمد في الأوف كنت هنيتك قبل انتلاق المكتبة قلت اخبار الحريق في حد ذاته هزل الرأي العام بصفة عامة ولكن أثر وكان حدثة أليما أثرت بشكل خاص في الوسط الثقافي نشرين الكتاب النقاد وكل من يعنيهم شأن الكتاب من قريب يعني أليما كانت الحدثة في حدثك أنا عمري ما كنت نتسول اللي احنا معروفين بالقوة هذه والحمد لله الناس كلها تأثرت وقعدنا مع الأسف ثلاثة شهر وجمعة نحسبو فيهم بالنهار عطلين على العمل ما عنديكش فكرة قدش تأسفنا وقريب ما نتصورش شنية الأحساس اللي حسناه والحمد لله اليوم كأننا مولودين جدد عنا بالضبط أسبوع من اللي حالينا ورجعت المياه إلى مجاري والحمد لله والحمد لله وذين نكسب مش نرجع نحكي عليه لأنه قلت بش نحتفي بالحق بالحدث هذية مدام فاتمة كراي مرحبا أهلا وسهلا بيك العادة من نورتنا في البلاتو هذية ونستنعوا إضافتك في ثلاث محاضر مرحبا سي براهيم الوصلية كيف كيف؟ أهلا وسهلا نورتنا مرة أخرى بالحضور مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات طيب دونك هذو مواضيعنا بالنسبة لسيدة المشاهدين اللي اختاروا متابعتنا بالنسبة لليوم سي محمد نعود نهنيك مرة أخرى في انتظار وأنه بش نمرر تقرير بإمضاء زميلتنا رانيا القادري عودة على الحدث الأليم ماذا يرجع الاثناش نوفمبر هكا؟ ماذا يرجع الاثناش نوفمبر بالضبط الاثناش نوفمبر دونك عنا تقريبا ثلاثة ثلاثة شهر وجمعة وعشر ياما تقريبا ونهار ثمانتاش فيفري رجعنا وعملنا عملنا ريوفيرتور حلوة برشة وزد استدعينا سيطاه الفيزة وقع كتابه الأخرانية فهمتني وصار ريوسي التوتال إن شاء الله يا ربي احنا باش نرجع عودة على الحدث الأليم نسترجع ولكن قلنا من بعد باش يكون لنا حديث لأنه حتى الأسباب باش نرجع عالأسباب سي محمد بين إنه تقال خلل فني خلل تقني وبين إنه يقول جريم من مدبرك تعرف برشة برشة أقاويل وبرشة إشعات نسمع إجابتك بعد ما نشوفوا التقرير هذية مع زميل تيرانيا القادري تفضلوا كطائر الفنيق الذي يعود دائما من الرماد هكذا يمكن أن نصف عودة مكتبة المعز بالمنزه الأول إلى الحياة بعد تعرضها لحريق طال كل الكتب وأتى على عدد كبير من المؤلفات ودمر رصيدها من كتب ومنشورات فكرية وثقافية وعلمية مما سبب غلق هذا الملاذ الذي يلجأ إليه محب الأدب والعلوم يوم الثاني عشر من نوفمبر الماضي اشتعلت ألسنة اللهب في مئات الكتب لتخلف رماد أبيضة ورفوفا سوداء عجز الكل وقتها عن إنقاذ هذه الكنوز المعرفية في ممرات المكان كانت يومها النار أسرع للوصول إلى الكتب والرفوف قلناها المكتبة في حالة لا رائثة لها كما قول كلها بخسك ثلث متاحة بحرق ما نعنا برش اكتب ما ننبش ني برش اكتب تهلكو ومزيلو قاعدين إكسبوزي داير ونعملون يدي نحن للناس بشي عاونونا بشي شي ونكتب هذوما لتهلكو باللساندخ لسوي ونعملون يدي للي فونيسور تونيزيين بشي عاونونا لتكتب ليتهلكو وليز ايديتور اترانجي مرت الأيام وعادت المكتبة بتحدي أصحابها ومحبي المكان من ثنايا الرماد الحارقة إلى الطريق المشعة بألوان الحياة بحلتها الجديدة وبرفوفها المحتضنة لآخر الكتب والإصدارات بعد فترة من الترميم دامت ثلاثة أشهر من الغياب مكتبة المعز عادت بإصرار أصحابها والعاملين فيها وهي التي تحاول منذ عقود طويلة مصالحة المواطنين مع المطالعة لكي يكون الكتاب دائما وأبدا صديقا ورفيقا مكتبة يسهر أصحابها على تأمين أحدث العنوين وأشهر المؤلفات لكي يبقى الكتاب أولوية في حياة كل التونسيين وكل المقيمين في بلادنا وغيرهم من الزائرين مكتبة المعز يعود قلبها إلى الخفقان ويعود معها العالم السحري للكتاب ليحتمي بهذا المكان كيف ما كان خبر الحريق اللي نشب في مكتبة المعز أليم وكيف ما هز الرأي العام وأثر في المثقفين كيف أيضا عودة الحياة للمكتبة هذية شكلت خبر تنقلوه الجميع بكل فرحة واستبشروا به قبل أن نرجع لك سي محمد لو تسمع مدام فاطمة عودة على بالذكرة جاوزنا اليوم الحادثة الأليمة واليوم احنا نحتفي يعني بيروجع الحياة بالحق للمكتبة هذية ولكن الحريق لما يمس مكتبة بالحجم هذية بالتاريخ هذا خليني نقول وصلحني نقول ثلاثة عقود سي محمد من عرش تلاثة عقود من الزمن هي المكتبة حلت عام تسعة وسبعين بالذب ونقلنا للمحل أربع عقود يعني أربع عقود قررت تروى جنراسيون أولا سعن هني أهل الذكر ونهني أنفسنا أمليها وأحنا بيدنا مليها لأنه أحنا من رواد المكتبة هذي أنا واحدة من الناس صغاري قرأوا في الروضة البلدية المقابلة تقريبا في النهج القدام شوية ومش غريبة علينا الكارتية ولكن تفطنت لمكتبة الموعز بالسيط متاحة خاصة لألفينات آخر التسعينات اتشهرت بأنها تعمل لسينياتور معناها توقيعات الكتب وكذلك المثقفين والله يرتدوها على غيرار مكتبات أخرى نعرفوها في تونس اللي هي عندها تاريخ معناها كبير مكتبات التنفسية بها كذلك عندها مكتبة المعز مش على خطر هي مكتبة المعز أحنا الكتاب والحمد لله مزلنا في البلاد هذي نقدروه رغم اللي عزوف رغم اللي البداغوجيا والمدارس ما عادش تشجع وقفت في توقيت ما أنه ما عادش فما درس اسمه المطالعة والكتوخ سوي في بالفرنسوية ولكن الآن بدأت ترجع بشوية بشوية لأنه الكتاب حتى في البلدان المتقدمة واللي وصلت تكنولوجيا حديثة دائماً الكتاب هو يبقى المرجع وغيره ولو عنا مناظرة احنا وطنية نشتغل عليها منذ سنوات حتى نتفاعل معك مدام خاطمة في خصوص المطالعة ولكن زادة فما حاجة أخرى فيما خيالنا العربي التاريخي بالنسبة لنا حرقان الكتب هو اعتداء هي جريمة هي تجريم أكثر من السرقة وأكثر من كل شيء لأن الكتاب هو العماد والأساس نحن عندما نتذكر في الأندلس مثلاً وما حدث لابن رشد كيف حرقت كتبه أمامه وحرق العلم ومعنتها الكيد والغيظة ذاك اللي صابنا لكلنا حتى بعد سنوات زادة نذكره نذكره أيضاً المغول والتتر وما فعلوا في بغداد ومعنتها اللي صار في المنطقة هذيك دونك بسنلخصينا نقول إلي الكتاب راو يبقى ديما بالنسبة لنا في تونس تربينا على غالب وديما هكا تربينا أن الكتاب شيء مقدس شيء محبوب شيء يكون الشخصية أيضاً متع للأطفال وأحنا اليوم العائلات نلاحظوا إلي من خلال مكتبة المعز والمكتبات الأخرى نلاحظوا إلي العملية الاستقطاب للأولياء وللأطفال خاصة وكل يوم لحد كيف يعملوا يجيبوا حاجات للأطفال وغيره والمشاركات أيضاً في المعارضة الدولية والمعارض المدن اللي حظوا إلي فما عملية استقطاب من جديد حتى يكون الكتاب هو الرفيق وهو الأساس لأن الوسائل الإلكترونية دي يسوفي قص عليك الضوء معناها ولا تجرى حاجة دونك تقوى حرب غيره دونك تلقى ديما كان الكتاب هو التجربة الأخيرة متاع الكورونا وأزمة الكورونا وأزمة الكورونا ولي رجعوا منها برشا رجعتهم زيداً لكتابه قديش كتبت أنا واحدة من الناس معناها مشيت أشوات في كتبتي معناها قاعدين صحيح برشا إصدارات في الفترة الأخيرة بالضبط معناتها الناس قرأت برشا كتب زيدا خطر تملك صورة صورة أرقتنا وتعبتنا دونك الكتاب والخيال عندما نقوله الكتاب نقوله الخيال نقوله الأدب نقوله أيضاً العلوم معناها العلوم الصحيحة اللي تحفظنا معناتها الشاي في الكتب هذي دونك أنا من نجمه أقول كان معناها مبروك مبروك لنا الكل طبعاً وإن شاء الله النداء اللي قدمته السيدة المديرة الآن أنه الناس يجب يقفوا مع مكتبة الكتاب نحن راجعين وراجعين على هذا ولكن رمزية إبراهيم اليوم يعني بخلاف الاعتداء المادي الذي طال للمكتبة في حد ذاته كيف ما كانت تحكي مدام فاتمة كرايتة يعني رمزية الاعتداء على ذاكرة كالنجمه نقوله يعني المكتبة هي في جزء ما هي ذاكرة وحفظ الذاكرة الوطنية المكتبة أولاً نهنيه السيد البحري بعودة مكتبة المعز أنا من الناس اللي أرتادوها يكيد يكون باستمرار وحتى عندما أمر وإذا كان قدرت باش نيشي الكتاب نيشي الكتاب وإذا كان ما قدرتش نمضي وقت لباس به وهنا أتصفح الكتب ونشوف ربما على إمكانية العودة باش نيشي الكتاب من مكتبة المعز خاصة أن أولادي قرأوا في المدرسة هذه المجاورة وزوجتي كانت مديرة في المدرسة هذه وقرأوا في المعهد متع الإمام مسلم وأمر باستمرار على المكتبة ذي وبطبيعة الحال المكتبة هي منارة رأي منارة للعلم منارة للثقافة منارة أيضاً للتثقيف والتكوين ومكتبة المعز هي من المكتبات الرائدة في تونس وعندها تاريخها وعندها إشعاعها والمثقفين يرتدوها بأعطينا شاهدة من الدخلس إبراهيم يعني برشة تعاليق وانا نتصفح في ما قيلة وما كتبة حول الحادثة الأليمة الكل تقريب جماع ينوه بقيمة المنشورات النقدية بقيمة الكتابات بقيمة الإصدارات بقيمة البحوث أيضاً يعني هذا اللي يصنع اليوم من المكتبة يصنع لها قيمة ويصنع لها شأن ويصنع لها تاريخية أيضاً يعني فما مجد أيضاً لمكتبة المعز من هنا يظهر لي وللكتاب بصفة عامة لمكتبة المعز للمكتبات التونسية وللكتاب بصفة عامة أحياني يقول عسى أن تكروا شيئاً وهو خير لكم ربما ربما ذارة النافعة لجات العملية هذه المتاع الحرق اللي هي غير مفتعلة بطبيعة الحال ولكن تصير مثل هذه العمليات اللي صارت زادت خلات فما تعاطف كبير من طرف مجموعة القراءة اللي يرتادوا مجموعة المثقفين والكتاب حول مكتبة المعز وحتى الطلبة بطبيعة الحال فاطمة منذ حين عرجت على التاريخ مثلاً حرق كتب ابن رشد فما زاد حرق مكتبة قرطبة في القرن يبدو لي... أربعمائة ألف أربعمائة الكتاب كتاب حرق مكتبة الإسكندرية من طرف سيزار معناتها سنة 47 ميلادي حرق أيضاً مكتبة القرن الرابع يبدو لي والقرن الرابع زاد أيضاً ميلادي يعني حرق مكتبة هي حرق ذاكرة إبراهيم للحدث هذية في الذاكرة متاعنا العربية وكل نتفق بينه وبين مدام فاطمة أنه الاعتداءات هذية موجودة عبر التاريخ ولكن التحدي أنه نرجع التحدي هو كونه ترجع كما مثلاً تم حرق كتب ابن رشد ولكن فيما بقاية متاع الكتب بقيت موجودة إيش كون إخذاوها؟ إخذاوها الأوروبيين الكتب ذيك لأن ابن رشد هو الذي ترجم الفلسفة الإغريقية الفلاسفة الإغريقية الكلة ترجمها بابن رشد واختلي تم حرق الكتب بمتاعه خاصة بعد منشر الكتاب تهافت والتهافت في الفلسفة في رده على أبي حامد الغزالي لونك تم حرق الكتب بمتاعه فما بقاية من الكتب تم التقاتها وابن رشد أصبح يسمى أفيرويس حتى الأوروبيين بدلوا له الإسم متاعه أصبح أفيرويس ولا ما يعرفش ابن رشد يحسابه هو أوروبي واختليحات الأوروبيين في وقت ما المسلمين قالوا لهم ابن رشد دروا متاعنا قالوا لهم لو كان يجيوا متاعكم ما تحرقوش ليه الكتب بمتاعه وإحنا رأينا التقتنا ما تبقية من الكتب بمتاعه من حشاكم لبوبال من البقاية من البقاية وإحنا عودنا من جديد يعني الكتب بمتاع ابن رشد ذيك عودنا حررناها من جديد طيب كذلك عليش إحنا محاقين وقت اللي ربطنا هذا بالذكرى الوطنية لك كل نجدد لك تهانية مرة أخرى سي محمد شكرا اليوم اليوم عطينا اليوم احنا أولاد اليوم وانا حبيبت انقول موشا نكت كريمينيل تسايا كو سيركويت و سمبلما خلال فني وحطينا جهدنا بش نجمو فمتني عنا برشا كوراش بش نرجعو بها القوة هذه واحدة كان مش لجروب عنا احنا مكتب المعز تابعة جروب اليمامة اللي هي فيها دار نشر يمامة وفيها الكوراس اللي هو كوراسة اليمامة سانساء رانا صعيب بش نرجعو ورزمان عنا سيرانس بشترجعنا دا كورد ومش الكل مي اموة اهون خير من بلاش هو زيدا الحاجة الجميلة اللي خدمتكم زي محمد وصلحلي حتى زيدا بش نعديو دي مساج زيدا للناس اللي باعي فيه مؤسسات ومكتبات وغيره السوري المكتبة يعني هي مسألة التأمين زيدا موهمة برشا في عودة الحياة في وقت وجيز انا حبيتوا نقول حاجة اذا تصبح سي بحري راهوا احنا في تونس بعد ستين سنين استقلال وبعد خمسين سنين تقريبا انفرستركتور مثال الاضواء ومتاع الضوء وغيره راهوا بشي سيرون دي كورسيركوي اللي هم قاتلين اللي هم متاح حراق كبرى علاش لانه احنا كما نقول الانستالسيون استيج مع انت تشكيل ربي معناها اللي احياء قديمة وحتى المستجدة في سامحوني معناها انا ديما نتبع في المسائل هذه حتى في اللي زبالدوف معناها هالي قاعدين يعملوا فيهم نقول للمقاولين اتقيوا الله في هالبلاد هذية لانه برشا 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 انستالسيون معناها التركيبة ذا نحكيه على قواعد السلامة قواعد السلامة غير محترمة بالضبط غير محترمة خاطر التوكي تقول لي البنية ما هيش غيط غيسي ولا نهج البيشة ولا حاش كلمة هي راي في المنزة وراي جديدة في التسعينات نقل وغادي معناها سامحوني هذه مش قضية انك انت تعمل لسوغانس ولكن التأمين ولكن زادة صحيح أمن نفسك قبل بالضبط وهي تصديق القولك سامحني تصديق القولك نهارتها ينكو بيوردو كورو ماذا الكارتية كامل راو كي رجع على الكورو رجع بقوة بهم كن ممكن هو مسبب من عرش احنا عندنا مشكلة في الماء وفي الضوء في الانفرستركتور حذاري وردوا بينا راهوا الدولة ما هيش ستة وخمسة راهوا احنا الفين واثنين وعشرين طويلة عندنا ستين سنة يلزمنا لنراجع ما يجبو مراجعته وكذلك في البنية جديد هدايا وفي الليزانستاليسون ردوا بي لكم راهوا معناها مش قضية قضية تأمين بقدر ماي معناها بلاد قاعدة تتأخذ اليوم مست مكتبة غدوة مستس بيتار لقدر الله تمس الرئيات تمس يعني المسكشفات وصارت فعلا سيبراهية في مؤسسات تعليمية زي ما صارت هذا حتى نختم معاك الوضع اليوم هنينة لبس الأمور رجعت المياه رجعت إلى المجاريه المياه رجعت إلى المجاريه والكتب رجعه ودفع الله ما كان عظمه الحمد لله الحمد لله نقصوا شوية نقصوا مياه إن شاء الله على أخر الوقت نرجعوا كل شيء إن شاء الله المهم هو التحدي الأكبر هو إننا رجعنا ورجعنا في ريهان يتكمل في 13 شكرا ليكسي محمد البحي نورتنا بالحضور من خلالك أنت بطبيعة ديما نحتفي بالإزبارات التونسية ونحتفي بالكتب التونسي موضوع آخر ما يقلش أهمية عن موضوع اللي بش نترحوهم اليوم في الساعتين نحكيوا على عودة جاليتنا التونسية من أوكرانيا وظروف العودة أمتاحهم إلى تورابل التونسي نبدأوا بالتقليل هذه شو أراكم مع زميلتي آنيسة الحجري ثم نرجعون التطمن عليهم من خلال الهاتف تفضلوا في ساعة مدأخرة من فجر اليوم وصلت إلى مطار قرتج دولي رحلتان تحملين تونسيين قادمين من رومانيا بعد احتدام الصراع الروسي الأوكراني وضمت رحلتان 327 فردا من أفراد الجيلية التونسية بأوكرانيا حيث وصلت على الساعة الثانية فجرا طائرة أولى لسلاح الجو التونسي على متنها 97 فردا ممن وصلوا الحدود البرية مع رومانيا فيما ضمت رحلة الثانية التي وصلت الساعة الثالثة صباحا 230 فردا ممن وصلوا الحدود البرية مع بلونيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية ليصل عدد من تم إجلؤهم 433 تونسي خلال يومين وكان في استقبال المواطنين التونسيين وزير النقرة بعلم جيدي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجارندي الذي أكد تواصل عملية إجلاء التونسيين العالقين بالحدود الأوكرانية وتأمين رحلات مكثفة من رومانيا وبولونيا إلى جانب محاولة تأمين رحلات من روسيا في انتظار استجابة الجانب الروسي مؤكدا اتصالتهم المتواصلة مع عائلات التونسيين الموجودين بأوكرانيا والتنسيق معهم لعودة أبنائهم وسبق أن حطت طائرة عسكرية صباح يوم أمس بمطار تونس قرتاج وعلى متنها 106 من أفراد الجالية التونسية كانوا مقيمين في أوكرانيا قادمين من أحد مطارات رومانيا بعد أن تم تأمين مغادرتهم الحدود الرومانية مع أوكرانيا التي تعرف منذ أيام عملية عسكرية متواصلة علما أن وزارة الشؤون الخارجية جددت دعوتها للراغبين في عودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفرتي تونس برومانيا وفرزوفيا لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف يذكر أنه يوجد أكثر من 1500 تونسي يقيمون بأوكرانيا ويتركزون في أربعة مدن هي أوديسيا على البحر الأسود وخاركوف على حدود روسيا ونسبة نظائلة بالعاصمة كييف وفق جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طبعا عودة على الموضوع الأبرز مرة أخرى هذه الموضوع اللي يشغل الأسر التونسية ونعرف أنه العدد الأكبر في صفوف الجالية التونسية بأوكرانيا هو في صفوف الطلبة ومن بداية الأسبوع لحقيقة ونحن نشتغل على الموضوع هذي ونتحرى حول سلامة التونسة في أوكرانيا وخاصة الموضوع الأهم هو وصولهم إلى الترابة التونسي بسلامة ناخذ معايا حاضر معايا سي إيهب بن نور طالب يبدو وأنه بسلام موجود معنا اليوم في تونس مساء النور مساء الخير مرحبا مساء الفول إيهب أهلا وسهلا بك قدمتك قلت أنت واحد من الطلبة اللي كانوا موجودين بأوكرانيا وعاشوا الأزمة الأخيرة هاي هاي صحيح احنا كنا في احنا كنا مجموعة من الطلبة عايشين في مجلين تودسة الأوكرانية على البحث بسود بطبيعة الحال وقلي بدت الأزمة بدت بدت مقارين كنا نوعا ما نشوفه في الظروب ومحسه في الوضع متوتر لكن معناش معناها بالتحديد معلومة أن أخرج ولا أبقى وأنه كل عام تصير توترات من الأوكرانيا وروسيا لكن حتى حتى ما يأخذها معناها ما كنتوش تتثوروا أنه بشتاخوا البعد والمنحة هذكا معناها نحكيه على حرب اليوم بعثالي بعثالي فجأة تنلقوا أنه الحرب الحرب معناها الثامث والضرب كان في الجهات الكل ونحن كتوانسة لا نستعودين على الحروب والتواضعيات هذه معناها الشعيب أحكي لي شوية على الظروف هذيك يعني تقريبا عننا عننا 48 ساعة 72 ساعة كنتوا تحت كنتوا بالحق تحت الضغط في الضغط هناك سعب بنت بعضكم كيفاش تم التواصل كيفاش يعني سهل اللي زاد غاسم تعبعثكم كيفاش تواصلتوا في بعضكم كاتوانسة موجودين تعيشوا نفس الظروف ثم بشكون تواصلتوا من الجهات الرسمية التونسية إيهاب خاصة والله احنا احنا ببداية الامر بدانا وقت دار بتواصلنا مع بعضنا بش نتطمنوا على بعضنا يا هل ترى لا باس وإلا لا خير وإلا لا بعد ذلك قررنا أنه نجتمع في مكان ما اي نجتمع في مكان ما يكون نوعا ما أقل خطورة وأقل خطورة من الأماكن العادية لأنه فينا شبوليسكم في أماكن عادية في عمارات عادية أي بعد ذلك إذا وقت ما وقت ما تلمينا قررنا أنه نشوفوا كيفاش نحاولوا نتصلوا خصوصا أنه معناها ما تمش صفارة من تونس في أوكرانيا وقررنا أنه نتصلوا حاولنا أنه نتصلوا بالجهات الكل أي والحمد لله مثلا وزارة الخارجية إيهاب اللي كانت أصدرت بداية الأسبوع بلاغ مفيدوا أنه أنه تدعوكم إلى الإبتعاد على أماكن ومناطق التوتر واللي فيها الأزمة كنتوا في تواصل معها يعني اليوم معنا التواصل الاجتماعي معناها بالفيسبوك كنتوا تنجموا وتتواصلوا هذا مع وزارة الخارجية لا نحن كنا في تواصل في مواقع تواصل اجتماعي مع أضاء خالية الأزمة في حزارة الخارجية كما تتواصل مثلا مثلا أرقام الهويت أرقام الهويت في وضعتها على ذنبتكم زيدا استفتتوا منها كانت معناه استفتريتوا وينكم تستعملوها بشتنجموا زيدا تتنسقوا مع الهيكل الرسمية التونسية والجهات التونسية لا نحن في أغلبية الأحيان استعملنا استعملنا الوسائل التواصل الاجتماعي خاطر أسهلنا وأسهلنا في الاستعمال خاطر أنه أنه المكرانية المكرانية لأن الجانترنات معناها موجودة يعني التواصل الاجتماعي والوسائل هذه تكون أسهل في الاستعمال أي جميل جدا على الأقل معناه هذه حاجة بي أنه لا تتعطلش الانترنت ويسهل التواصل بينت بعضكم أول حاجة فكرتوا فيها الحقيقة يعني دعونا نعيش معكم شوية الأيام هذه الغصرة هذه هي ما هي مثلا كل كان ومعاكم جوازات السفر كل كان ومعاكم الكل كان عندكم مبالغ مالية على الأقل الأيام الصعيبة هذه أكيد أكيد نحن وقت في هذه قبل ما نخرجوا من ديارنا ووصينا بعضنا أنه ناخذوا أوراقنا بها باسبوراتنا إقاماتنا أوراق التسجيل في الجامعة إلى أخير هي الأوراق هذوكم وشوية بش ونخرجوا الأوراق الرسمية ثبوتية نقول وإحنا ثبوتية بطبيعة وأقل ما يمكن من الملابس وغيره بذب أنت اليوم إيهاب في تونس في تونس وقت شرا واحد أنا رواحت في الدفعة الأولى اللي رواحت البارح وصلنا 18 صباح لمطار تونس تارتاج كيفش تم الأجلاء متاعكم كيفش تواصلتوا متاعنا توجهنا لتوجهنا للحضوط مع رومانيا من غاديك تفارتنا مشكورة يعطيها الصحة معناها تولهت بنا ووفرتنا أماكن أين نقيمه وبعد ذلك هذونا معناها في ظروف محترمة محترمة جدا جميل جدا قديش العدد الجملي متاعكم في السفرة هذية على متنة الطائرة التي كنت واحد فيها قديش العدد الجملي والله لا لدي عدد محدد لكن تقريبا بين المئة وثنين والمئة وخمسة أو سبعة لكن لا لدي عدد محدد المهم هو أن ظروف الإجلي تمت في ظروف طيبة بمعنى ونختم معك بهذه بمعنى ظروف طيبة محترمة الماكلة كانت موجودة اللهوة مسفارة كانت موجودة معنا يتابع فينا لحظة بلحظة بالحق لديهم صاحب لأنه عملوا مجهود جبار بالحق لم يكن بالسهل عملوا مجهود جبار ولو تسلحيلي فقط من هنا نحب نتوجه لهم بالشكر معنا شكرك وصل 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 الكل هم معنا من من سفارتنا في رومانيا نزارة الخارجية اللي قاسة الجمهورية للسيد الرئيس الناس كل الجيش الوطني أنتم كنتوا على طائرة عسكرية إيهاب نعم شكرا شكرا في محله وبالحق شكرا لك إيهاب شكرا لك على المداخلة هذه هنا مدن فاطمة قدش يعني قدش يهمنا اليوم أنه تكون عندك البسفور التونسي قدش مهم اليوم أنه تكون عندك البطاقة التعريفة التونسية هوا مثلا في الأزمات قدش هنا يكون دم التونسي والتونسي في حظاته يكون معناها مهم لبلاده يتحرك القسطول لأجل في الأزمة تتكفل بالمتوفي أيضا معه ومن معه أنا بأم عيني شفت ناس معناتها حتى في الخارج نكون في الخارج ويتوفى ويبدأوا يجرى فيهم العائلات باش ينجموا يهزوه البلاد ولا حاج كما كحنا تونس كل شي تقوم به الأزمة هذه اللي هزتنا لكله وربما قطعت الطريق أمام بعض الألسل الخبيثة اللي هم عمرهم ولا كانوا ينجموا يقدموا حاجة للشعب التونسي هو هل هبم تعلجيش للإجلاء حقيقة أنا بالنسبة لي طمنت لأنه المنطقة هذه كانت نعرفها مليح وفما برشا يعرفوها تعرفها سيبراهيم منطقة وعرة من حيث التضاريس ومن حيث المناخ رهوا برد ثلج حاجة استثنائية صحيح ورينا نداءات استغاثة مخيطة الحقيقة وتصف الوضع بدكت لما ما فماش التدفئة فيك البلدان هذه معناها الإنساني نجم يموت لما ما يكونش فم الغذاء السخون الإنساني نجم يقضى دونك أنا الهبة هذية اللي هي خلات تونس هي الأولانية اللي أجلات رعاياها نحيي فيها الشعب التونسي بين سويا لقدروا مولاد الشعب والجيش الوطني حقيقة عندما يقول يفعل معناها مهمته الإنسانية ذي ذكرتني في بعض الجيوش الأخرى اللي هو مهمته لبلاده وللشعب بلاده ومش أول مرة هذه صارت ومش أول مرة تونس معناها الجيش الوطني يعمل ما يعمل في الفلاحة ولا في الإجلاء وإلا في التدخلات ولا غيره أما اليوم بالنسبة لأولادنا هذه كان مفخرة بش تقعدينهم في تاريخهم في الذاكرة لأنه اليوم قال طالب كيف ما توا إيهاب كان يتكلم تعدى معنا الطالب في الإذاعة شي يقول قال أحنا كنا المفروض الروحوا ولكن قلونا الجامعات راهوا كانت روحوا السلطات قبل ما تصير الحرب كانت روحوا رو سي معاش ترجعوا يقول لك أحنا نعديه خمسة سنين خمسين مليون تقريبا في العام قرية قال أنا مش مستعدين باش نسلموا في الديبلوم وشوف علوية المعرفة والقرية ونقعدوا في الحرب اللغة نقعدوا كما الناس كان نجينا كان ما نجينا هذي أثرت فيها برشا وجعلتني نفكر كما طول الكتاب حقيقة أحنا في تونس المعرفة والعلم معنا حتى شايف البلاد هذه نضرب عليه إلا تربية الإنسان والعلم والمعرفة فقط وهذا البلد استثمر في العلم سيبراهيم منذ قرون لأنه أحنا صحيح تجار وموقعنا الاستراتيجي وغيره ولكن العلم ما فتأ يلازمنا من أصل الدنيا ومن أصل التأسيس ونهيك أنه 1500 تقريبا العدد من تاعت التوينسا الطلب بالأساس اللي موجودين في أوكرانيا الطلب للعلم هاو شهد هاو شهد أخرى شنو رايكم ناخذوها سي لطفي الكنيسي معانا عبر الهاتف هو أيضا واحد من الطلب العائدين بسلام إلى التراب التونسي مسانور لطفي السلام ومرحب عليكم أهلا وسهلا بيك لطفي قبل كل شي نهنيك بعد الغصرة غصرة وتعداد كان نجمو نقوله هاي غصرة وتعداد الحمد لله كانت طيبة شوية العملية لكن الحمد لله عانا توا قبل قبل ما تحكي لي على توا أكثر مرحلة أكثر وقت حسيت فيه بالخوف وقت مثلا وقت غلق الفضاء الجوي وقت حسيته أكثر بالرهبة بالخطر ومعاد معناها السيناريوات نقول لنا الأسوأ كانت هي التي تقفز للذاكرى وقت حسيت السيناريو أسوأ يتذكر الرحلات الجوية وكان فما قطف مجيش لوكراني على جيش الروت لما نصب يعني كل مرة يصير علينا كونتراتاك كل مرة نستنى و ناكد 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 قطف من جيش لوكراني على جيش الروسي وكان خائف وكان تعد الليلة الثانية يصير القطف خمسة متعة صباح برسك ميتين وقوم بالخارجة وكان يتذكر من مسؤول سي أمين وكان يجب أن تتحرك إلى السويت ومش البرسة الفؤينية ومش يكلم الملدوبة حسي وصبري بعد ساعتين أدسة التي نعيش فيها تعرضت خاصة كبير المدينة مجازين جاء مقنابل ورعبة ميتة برس من الأشياء التي نرى في الفيلم وفي التلجزة رأينا على الأرض عمرك لو تسمح عمرك 24 24 عشت من أرعب سيناريواتري النجم يعيشها شاب في عمرك ومسيحة عشنا ملكون تبارك الله لم يكن تبارك الله مسيحة عشنا كل شيء من ثورة الغربة الحرب يعني كل شيء عديني ماذا قد علق في الذاكرة وسيبراهيم كانت تتدخل زيدا كيف كيف أقول لنا نقول الحمد لله على السلامة أثنين نقول وين تقرأ وشين التقرأ وين وصلت وانت غاديك في أوكرانيا سيبراهيم أنا أريد في تونس لم أكن لديك فرصة شغل أخي خرجت دخولت نكمل قرائتي اختصافك ماذا حالي؟ ملكاترونيك ايروبوتيك خرجت في ديسمبر أرزمان خليت الدبلوم التي خرجت به لكن مالأرزمان خليت شدة الباك متاعي وشدة الفاك اللي نجر نعودها في تونس لكن عندي أخوتي معناها اللي فراهوا كومتين ميتسان وكومتين معناها خليوا ثنين قراءهم غادي أبوكم إن شاء الله ناقا والمحل يعني كنت أسمع فيكم يعني مش سهل عبد يسرق في ذلك الكل ويتعب ذلك الكل وغرب ذلك الكل وبعد ذلك هو مش سهل ولكن نحنا نقوله شيء أبجل من شيء لطفي هكا والله وقت اللي تكون السلامة الجسدية وقت اللي تكون حياتكم يعني في الميزان يظهر لي فما حاجات هنا الأولوية هو لسلامتكم قل لي ظروف العودة كيفاش كانت ظروف العودة والله في اسمية من أوديسة الملدوفة خمسين كيلومتر يعني الخمسين كيلومتر رينا فيها كان دبابات وكان جيش وكان جنود يعني تعرف اللي وضع اللي هو جدية على الأخر يعني الأمور وليت سهل ياسر ما عادش ما عادش طوام وقت تنكضيعوه شيء حبطنا بعض خمسين كيلومتر على الفقنطير لكن تعبنا شوية خطر الكييس كانوا معدد ترى 50 عرمال يعني يعني ثورتي خمسة كيلومتر عبادت معها ما عملتوا في الأثناء يعني في عدد الكيلومترات هذية وعدد مهول من الساعات يعني بخلافة التعب يعني الجوع والعطش وبرشة حاجيات وحتياجات أخرى ضرورية حياتية ما عملتوا فيها ضرورية حياتية حد ما مجد على بالو الحظ أما الماكلة وكل شيء جماعة ملدوغة وارحوا بنا جابونا ماكلة جابونا ماء جابونا كل شيء بسكر وقبرونا ما تخافوش رانا نعطي فيكم في حاجة معناها مريقلة كانت ماتوا إشاعات على تطميم وحاجة ككرة ومعناها الزكا كله غالط بالعاني بشي يبصوا البيب لا معناها ممكن حتى الماكلة ما بعضنا قطبنا ما بعضنا بعضين رحمة ططويسة في كل الأزمات لو تسمح سؤال معي مدام فات موسيئة إبراهيم ونختم معاك مشكور مرة أخرى أنا مش مش نسى لما أنا مش نحيي الروح التضامنية متع التوانسة الموجودين في أوكرانيا والتونسي للتونسي رحمة وقت الأزمات ووقت الشدة ونحييوه من أجموش نحييوه أيضا السلطات التونسية من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية الناقلة الوطنية بطبيعة الحال اللي بتكاتف العمل المتاحهم رغم الصعوبات وتوصلوا لإجلاء عدد لبأسة به من التوانسة وأيضا كنت أنا البارح في المنبر هذا التنسيق ما بين تونس والجزائر والمغرب ومصر اليوم سيد وزير الشهور الخارجية صرح قال نحن بسدد التنسيق مع البلدان الثلاثة للتعاون في إجلاء يعني جاليات متعنا أخي أحيانا تلقى تونسي موجود في مكان الماء ولكن معاه مجموعة متع جزائريين ينجم يروحوا معهم نفس الشيء إذا كان فما جزائري ولا مغربي ولا مصري موجود مع مجموعة متع التوانسة ينجم يتم إجلاءه عن طريق مع أنت الوسائل المتوفرة توفرة السلطات التونسية وهذه يروح التضامن مش على المستوى الوطني تولي حتى على المستوى العربي على المستوى المغاربي وأكيد طلبة متاعنا هذيك الموجودين هل هو هم بيدهم مندمجين مع زملائهم التزيرية والمغاربة والمصاروة وكل اللي التنميون والبدان العربية مرش لطفي لو تسمح عذرا على المقاطعة إبراهيم معايا مازل لطفي الجيلية العربية ليس لأنه حللنا بالحق جوينح للحوار هذي احنا حكينا على لحمة تونسية وين سفي بعضكم وقلت هذا موش غريب ولكن فما جنسيات أخرى عربية كنتوا معها عشتوا معها نفس الضغط نفس الكوف نفس الرغبة كي صنة الملدوفا كانوا برشا جنسيات يعني عطينا الأولوية للنساء وبعضيك للراجل ومرته وبعضيك نحنا رجينا لقاعدنا مع بعضنا حتى قاعدنا أربعة في شامبر نورمال عالدينيها الليلة كما عالدينيها وكنا عنا مغاربة معنا لحق الطلب المطريين كانت ثم توسيات نحن يمشيوا للبولندا نحب نعطي شكر خاطرنا نحن أشكرنا للتوانسة اللي وقفوا معنا الكل أي بطئة مئنة ذاكة ذا نشكروه ذا فما سي عبد الرحمن اللي هو من جنسية عراقية كلمانية غالث ممكن في أوديسا وفر هذه الحالات للجليات الكل يعني عبادة اللي وحلت تكافل بهم ممتاز تحية ليه وتحية مستحقة مداما تحية الجمعية سمحني نضيفه تحية الجمعية التونسية متاع توانسة في أوكرانيا اللي عملوا مجهود كبير وكبير جدا وكانوا ليلة النهار وحتى من خلال تدخلات متاعها في مختلف وسائل الإعلام التونسية وإحكام التواصل بينهم مع جميع أفراد الجالية التونسية الموجودة في أوكرانيا صحيح خدموا خدمة جبارة برشانت حيات الجمعية نحية رئيسة سيطارق العلوي اللي بالحق هو دكتور طبيب ولكن خدم ليلة النهار وكان متواجد حتى معالم ميديا لأنه يعرف إنه لهناي قلوب التونسة الكل مش كان اللي عندهم صغارهم وولادهم وفلدات أكبيدهم في أوكرانيا ولكن شعب الكل تحيرنا الحقيقة والكل خلقت فينا بلبلة وعشنا على حصابنا أيام عصيبة تعليقك من هذا أنا حبيت أن نعلق ونسأل إذا كان ممكن طوى تحدث ولدنا على اللي في المدسين قال أخواتي في الطب وتنجم تقول معناها مش هات عليهم معناها الديبلوم هنا النجموش نهيبوا بالدولة التونسية أنه اللي عامل طب واللي عامل حاجة ما عندها بجتيح له الواحد في الماء ينجموا يعملونهم إدماج هونية معناها على الحرام أنه يخسروا معناها الديبلوم هذا لأنه في حالة الحرب ما كتعرف كل شيء ولكن زادة حبيت نسألوا ونحيي ونقول زادة نهيب بالدولة التونسية اللي عودتنا على هذا سمعت أنا في بعض الروبورتاجات وبعض التدقلات أنه فما شباب فلسطيني شبات وشباب اللي هما ما يقدروش يرجعوا معناتها البلدانهم ولا ربما المخيماتهم إذا كان ممكن فما تيسير من الدولة التونسية على أساس أنه أبنائنا هذوكم إذا كان فما إمكانية أنه يسروا لهم أمرهم ما ينجموش يدخلوا لبقائع أخرى ربما على الفيزا ربما غيره ما أنت إذا كانت سهلينهم الدولة التونسية لأني سمعت برشا روبرتاجات في الاتجاه هذا الاتجاه هذا بالنسبة لي ربما إمكانية الدولة التونسية تلقى حل بالطلب الموجودين غديكة نحن نعيش في ظرف استثنائي وبالتالي هذا يزيد ظرف استثنائي مفروض ويبدو لي فما إمكانية خاصة إذا كان يكون الطالب عمل مثلاً عدة سنتين بنجاح فما إمكانية نقول هكا ما زلت ما نعرفش هذا ما عايقه إن شاء الله في السنوات الفارطة ما نعرفش إذا كانت الأمور تغيرت أو لنا تقول أنت تحت ظرف القوى القاهرة ما يسمى بالقوى القاهرة الظرف قوى القاهرة ونحن نتوفي ظرف استثنائي ظرف استثنائي ونحن عايشين بظرف استثنائي في تونس شكراً لكم أنا الشكر لطفي باش نشكرك أنت على المداخلة وطبعاً من خلالك أنت باش نحيي جهود ونثمن جهود الجيش الوطني بالحق اللي ديما في كل مرة أن القاوة هو الحصن منطع البلاد والتوين سوين ما كانوا المرة هذية لم يكن داخل أطراب التونسي من أوكرانيا ورغم كل الظروف والصعوبات ولكن تمت عملية الإجلاء بنجاح شكراً لطفي لك نايسي شكراً على المداخلة مشكور شكراً لك نمشيوا للموضوع الثاني جدل كبير في صفوف نقول المهني القطاع ولكن أيضاً في صفوف التوينسا الكل باعتبار وأنه نحكيه على الكتاب المدرسي وما أدرات ما الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي اللي من المفروض في الظرف هذية من كل سنة في مارس من كل سنة تنطلق عملية اطباع امتاعه لسنة الدراسية نحكيه القادمة 2022-2023 اليوم عنا بلاغ يصدر أو صفقة تصدر من المركز البيداغوجي الوطني وبمقتضى البلاغ هذية طلب عروض دولي لتباعة الكتب المدرسية ناخدوا فكرة على الموضوع ومع زميلتنا زهرة فضلي وراجعي نحكي مع ضيفنا اللي بيش يكون حاضر بينتنا بعد قليل نشرت امس وزارة التربية بلاغا لتوضيح ما اعلنه المركز الوطني البيداغوجي من طلب عروض دولي لانجاز الكتب المدرسية والذي كان قد اثار السياء الغرفة الوطنية النقبية لصانع الكتاب المدرسي وقال بلاغ الوزارة ان المركز الوطني البيداغوجي اصدر بتاريخ السادس من ديسمبر 2021 طلب عروض وطني مخاصصا لفائدة الشركات التونسية لانجاز صفقة اتباعة الكتاب المدرسي لسنة الدراسية 2022-2023 غير انه بعد تقييم العروض تبين ان القيمة الجملية للصفقة تبلغ 45 مليون دينار دون احتساب مبلغ الدعم المقدر من قبل مصالح وزارة التجارة بـ 18 مليون دينار واكدت وزارة التربية في بلاغ ذاته ان التكلفة الجملية لاتباعة الكتب المدرسية ستكون في حدود 63 مليون دينار في حين كانت قيمة الصفقة خلال السنة الماضية 24 مليون دينار دون احتساب الدعم الذي كان في حدود 4.3 مليون دينار وبهذا تكون القيمة الجملية لاتباعة الكتب المدرسية 28.3 مليون دينار ليتم بذلك تسجيل ارتفاع مشتن في الاسعار كما بيّنت ان سعر الوراق المخصص لاتباعة الكتب المدرسية لم يشهد اي ارتفاع اذ يبلغ 2200 دينار للطن الواحد وتتحمل الدولة الفارقة في السعر عن طريق صندوق التعويض واوضحت الوزارة ان المركز الوطني البيتاغوجي لا يمكنه تحمل العرض المقدم من قبل المطابع التونسية والذي قالت انه يؤدي الى ضرب توازناته المالية ويمس من ديمومتي المؤسسة كما اكدت ان المركز الوطني البيتاغوجي قام بعرض الملف على انظار مجلس وزاري مضيق بمشاركة كل الوزارات والهيكل المعنية وتم خلاله الاتفاق على اللجوء الى طلب عروض دولية وشدد بلاغ وزارة التربية على ان الهدف الاساسي للمركز الوطني البيتاغوجي هو توفير الكتاب المدرسي باسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن والمصلحة الفضلة للتلميذ مع المحافظة على التوازنات المالية للمؤسسة وديمومتها حتى تفطلع بدورها الاجتماعية على احسن ما يرعم يذكر ان الغرفة النقبية الوطنية لصانع الكتاب المدرسي كانت قد وصفت اقدام المركز الوطني البيتاغوجي على اعلان طلب عروض دولي لاتباعة الكتاب المدرسي سابقة خطيرة وله تداعيات اجتماعية سلبية باعتبار ان قرابة 1200 عامل مباشر مهددين بالتسريح وفق تعبيرها واضفت الغرفة ان تابعات هذا القرار تهدد بغلق عشر مطابع خاصة وانها كانت تعودت منذ سنوات على تأمين الكتب المدرسية دون الحاجة الى اسواق اجنبية كما بينت ان اثار هذا الاعلان ستطال كذلك العمال غير المباشرين بقطاع اتباعة الكتاب المدرسي والذين يقدر عددهم بحوالي الفي عاملن